أحمده سبحانه وعلى فضله المدرار وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار وأشهد أن محمد عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريقهم من الأخيار أما بعد فأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه السلسلة العاطرة سلسلة الثمار اليانعة للأعمال الصالحة ولا زال حديثنا موصولا عن معالم الدين العظيمة وصواه الجليلة وحديثنا في هذه الليلة عن شعيرة من شعائر الإسلام ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الفريضة العظيمة في هذه الأمة تتميز هذه الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة لها واجبات ولها آداب ولها شروط لها فضائل عظيمة ولها ثمرات جليلة بداية أنوه إجمالا على بعض شروط وآداب هذه الفريضة فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون على عواهنه أن يتكلم الإنسان هكذا من غير شروط ومن غير آداب يتحلى بها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأولى تلكم الشروط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العلم أن ينطلق الإنسان من العلم لو كان الإنسان على غير علم فكيف يبين للناس وكيف ينكر المنكر فينبغي أن ينطلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مبدأ العلم ثم الشرط الثاني أن يتحقق الإخلاص لله سبحانه وتعالى لا يأمر الإنسان بالمعروف وينهي عن المنكر ويريد الشهرة ويريد الظهور يريد التشهي يريد شفاء غيظ النفس أو الحضوض النفسية لا يريد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجه الله سبحانه وتعالى وأيضا من الآداب والشروط أن يتحلى الإنسان بالصبر لأن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر النصيحة ومنه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وهذا لا يكون إلا بالصبر لا يكون إلا بالصبر يصبر الإنسان على المدعو يصبر الإنسان على المنصوح يتحلى بهذه الصفة وهذا الشرط في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وأيضا رابعا من الشروط القدرة أن يكون الإنسان مستطيعاً لتغيير هذا المنكر قادراً عليه وهذا هو تعليق النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالاستطاعة فإن لم تكن مستطيعاً فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلفك فوق طاقتك فلابد أن يكون عند الإنسان القدرة ثم أيضاً خامساً مراعاة المصلحة ينبغي أن يراعي الإنسان المصلحة في الأمر المعروف والنهي على المنكر لأن بعض الناس قد ينكر منكر فيترتب عليه منكر أعظم منه فمراعاة قواعد المصالح والمفاسد في الأمر المعروف والنهي عن المنكر من الأمور المهمة في هذا الباب سادساً أن يراعي الإنسان الحكمة أن يكون الإنسان حكيماً لديه الرفق في التعامل لديه الرفق في الأمر المعروف والنهي عن المنكر سابعاً أن يتحقق من وجود المنكر وقيامه بالشخص يتثبت الإنسان هل هذا المنكر موجود هل فعلاً هذا الشخص صدر منه هذا المنكر فلا ينكر من غير تثبت ومعرفة لقيام هذا المنكر ثم هذا الإنكار على درجات أعلى درجات إنكار المنكر هو الإنكار باليد وهذا يكون لولي الأمر الحاكم في دولته المدير في شركته في وزارته الوالد في بيته من عنده استطاعة التغيير باليد هذا يرجع لولي الأمر والمرتبة الثانية هي التغيير باللسان ويكون بالنصيحة يكون بالتوجيه يكون بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يكون بالموعظة يكون بأمور كثيرة جداً هذه المرتبة الثانية وهي باللسان أما المرتبة الثالثة وهي مرتبة الإنكار بالقلب وهي أدنى هذه المراتب وهي أضعف المراتب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان وذلك أضعف الإيمان أن يستنكر الإنسان هذا المنكر بقلبه ولا يجلس في هذا المكان الذي فيه هذا المنكر يعني من أدنى الدرجات أن يغادر الإنسان مكان هذا المنكر فلا يبقى في هذا المكان نأتي بعد هذه التوطئة السريعة حول ضوابط وآداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى بيت القصيد من هذه الخاطرة وهي ثمرات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ثمرات غالية وله فوائد عالية من عظمها أنها علامة الخيرية في هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر متى يتحقق في هذه الأمة الخيرية إذا أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر ولذلك جاء عن عمر بن الخطاب فاروق هذه الأمة قال من أراد أن يحقق شرط الله في هذه الأمة فليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر الأمة الله سبحانه وتعالى لا يكتب لها الرفعة لا يكتب لها الخيرية إلا إذا وجدت فيها هذه الصفة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم أيضا طريق عظيم من طرق الفلاح باب من أبواب الفلاح ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون كيف تكون هذه الأمة السعيدة أمة فالحة أمة الله سبحانه وتعالى يكتب لها التوفيق إن حققت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما هو الفلاح يقول السعدي رحمه الله في تفسيره الفلاح أن يتحقق كل مطلوب وأن يندفع عن المرء كل مرهوب يبتعد عن الإنسان كل شر ويأتيه كل خير كلمة جامعة تجمع أنواع الخير يتحقق للإنسان الفلاح ثالثا من الأمور العظيمة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر حصول التمكين حصول التمكين وهذا أمر مهم جدا ونقطة ينبغي أن نقف عليها الله سبحانه وتعالى لما ذكر صفات أمة التمكين قال جل في علاه الذين إن مكناهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور هذه الأمة كيف تنهض كيف الله سبحانه وتعالى يمكنها كيف الله سبحانه وتعالى يجعل لها الاستخلاف يجعل لها الظهور يجعل لها النصر يجعل لها العزة الكرامة إن حققت هذه الصفة الأمر المعروف والنهي عن المنكر ولينصرن الله من ينصره إن نصرنا دين الله عز وجل بالتوجيه بالتذكير أما أن يسكت الإنسان فهو علامة الخذلان ما ترتفع هذه الأمة لا يحصل لها الكرامة إلا إذا حققنا الأمر المعروف والنهي عن المنكر لا يخاف الإنسان في الله لو متلائم هذا دين الله سبحانه وتعالى أي منكر من المنكرات يغيره الإنسان وفق الضوابط المنكرات العامة المنكرات الخاصة المنكرات في البيوت المنكرات في المحلات المنكرات في الشوارع المنكرات في مقار الوظائف الإنسان ينكر المنكر ينكر المنكر لا يسكت عن مثل هذه المنكرات حتى يحقق الله سبحانه وتعالى التمكين لهذه الأمة ثم أيضا من الثمرات هذه من أبرز صفات أهل الإيمان أبرز صفات أهل الإيمان الله سبحانه وتعالى عدد صفات أهل الإيمان قال جل في علا المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله أهل الإيمان الذين الله سبحانه وتعالى ينزل عليهم الرحمات ولا ينزل عليهم اللعنات لأن اللعنات تأتي بالذنوب والمعاصي والمنكرات أولئك الذين يحققون هذه الصفة وتأمن لما ذكر الولاية وذكر أن أهل الإيمان بعضهم من بعض صدر الله سبحانه وتعالى قبل الصلاة وقبل الزكاة وقبل الطاعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا أردنا تحقيق الإيمان إذا أردنا أن تنزل علينا رحمة الله سبحانه وتعالى ينبغي علينا أن لا نسكت عن المنكرات ينبغي أن نبين نبين للناس نرى أي منكر من المنكرات كم من المنكرات اليوم تمر على الناس يرونها فيستحي البعض من إنكار هذا المنكر يخاف البعض من إنكار هذا المنكر الإنسان ينكر ويغير هذه المنكرات أيضا من الثمرات العظيمة أن الإنسان بالإنكار يرغم المنافقين الله سبحانه وتعالى ذكر المنافقون قال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف أهل النفاق يتمنون نشر الفساد نشر الباطل ولذلك قال السفيان الثوري قال إذا نهيت عن المنكر أرغمت أهل النفاق أرغمت أهل النفاق أهل النفاق في هذه الأمة لا يرون ظهور هذا المعلم العظيم ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا من الثمرات العظيمة أن يحصل التمايز لهذه الأمة التمايز بأن تتميز ولا تشابه أهل الكتاب الله سبحانه وتعالى لماذا أهلك أهل الكتاب من أكبر أسباب نزول العذاب والعقاب على أهل الكتاب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال جل في علاه كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون كانوا يفعلون المنكرات ولا أحد ينكر على الثاني فالله سبحانه وتعالى جعل هذا سبب من أسباب الهلاك وسبب من أسباب اللعن وسبب من أسباب الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى فهذه الأمة يحصل لها التمايز ويحصل لها البعد عن مشابهة أهل الكتاب بهذا الأمر أيضا أيها الحبة من الثمرات العظيمة أن يحصل لهذه الأمة الأمان من الهلاك الأمان من الهلاك وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون إذا وجد أهل الصلاح إذا وجد من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في هذه الأمة فإنه أمان من الله سبحانه وتعالى ألم يشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجتمع بسفينة تقاسمها الناس إلى قسمين قسم في أعلى السفينة وقسم في أسفل السفينة فكان الذي في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا من الماء صعدوا إلى أعلاها فقالوا لو أن خرقنا خرقا في نصيبنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث لو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا لو ترك بعض الناس يفعل مثل هذه المعاصي يفعل مثل هذه المنكرات لهلك الناس لهلكت هذه الأمة أيضا من الثمرات العظيمة أن فيه إيقاف أهل الشر فيه إيقاف أهل الشر الشر له تمدد الله سبحانه وتعالى ذكر سنة المدافعة ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض لو ترك أهل الشر يفعلون الذنوب والمعاصي ما يجدون من يذكرهم ما يجدون من ينكر عليهم تقوى شوكتهم تقوى شوكتهم تقوى نفوسهم يدعون إلى المنكر لذلك جاء عثمان من العفار رضي الله عنه يقول ودت كل زانية لو زن النساء كلهم تود هذا الأمر يود الكفار ود الذين كفروا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سوا أهل الباطل يتمنون نشر الفساد نشر هذا الباطل فإذا أمر الإنسان بالمعروف ونهى عن المنكر أوقف هذا الأمر عن حده أيضا تاسعا من الثمارات أن فيه تطبيق لمنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل ولذلك قرأ الإمام الفاضل في الركعة الثانية نهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إذا مشى الإنسان على هذا النهج فقد سار على نهج الأنبياء والمرسلين عاشرا وختاما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة بلا مال باب من أبواب الصدقة والحديث لا يخفاكم حديث أبي ذر على كل سلامة من ابن آدم صدقة فباب من أبواب الصدقات الصدقات القولية الصدقات اللسانية أن يأمر الإنسان بالمعروف وينهى عن المنكر أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وياكم للطاعات والنهي عن المنكرات وأن يرزقنا وياكم الثبات وأن يرزقنا وياكم الفوز بالجنات إنه لذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا